اشتركوا في القناة هذا الموضوع ليس هنا ولكن حتى على حسابي وفي كتباتي ومن ضمن الحسابات التي اجريتها أن الأمير علي سيحصل على 123 صوت في مرحلة الاعادة وبالتالي هو سيكون رئيس الانتحاد الدولي وحتى قبل هذه القضية نحكي عن هذا الرقم في المرحلة الثانية في المرحلة الأولى لن يحصل أحد المرشحين لن يحصل أحد المرشحين على كرسير 140 صوت ليس رقم سهل هو رقم كبير الأمير علي له مناصروه وبلتر له أنصاره لن نريد أن نقول أكثر من ذلك له أنصاره وبالذات في القارة الآسيوي والأفريقية أليس غريبا هذا الموقف الآسيوي وموقف العربي تحديدا؟ لا ليس غريبا ليست المرة الأولى التي يقفون في ضد الأردن وقفوا ضد الأمير علي في انتخابات 2011 عندما خض منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لم تدعمنا الكويت في ذلك اليوم؟ دعمتنا الكويت لكن قطر لم تدعمك في تلك اليوم ولم تدعمك لبنان هناك أصوات لم تصوت للأردن وبالتالي لم يكن هناك إجماع عربي أبدا على تصويت أي مرشح عربي ولم يكن في دعم عربي لأمير عند ترشحه نائبا لرئيس الاتحاد الدولي كان دعم عربي موجود من البحرين ومن الكويت وكان هذا نسميه إحنا القوى الناعمة اللي اشتغلوا فيها معنا في القارة الآسيوية ولكن عندما أتحدث عن عدم وجود قطر وهي الدولة التي استضافت الانتخابات هذا كان مؤشر خطير أن من يستضيف الانتخابات هناك في ملاحظة أن هذه الدول التي وقفت الاتحادات لن أسميها دول اليوم لأن موقف السياسي رح نخضو على حدا لكن هذه الاتحادات التي وقفت إلى جانب الأمير علي في الانتخابات الماضية اليوم لا تدعم ترشح الأمير هنا دعني أوضح لك بعض الأمور وبتسمية كل دولة وما هي الأسباب التي تجعلها ترفض انتخاب الأمير نبدأ من الاتحاد الكويتي الاتحاد الكويتي لدى الشيخ أحمد الفهد طموح بأن يكون هو رئيس الاتحاد القادم لذا أنا كنت في البحرين قبل فترة وشاهدت الانتخابات الآسيوية وحضرت ما يسمى باللعبة التي جرت هناك فالشيخ أحمد الفهد خاض الانتخابات كنائبا لرئيس الاتحاد الدولي لفترة سنتين وليس أربع سنوات وانسحب جميع المرشحين أمامه وفاز بالتزكية لأنه يريد أن يسجل في سجله والسيرة الذاتية أنه كان نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لمدة عامين حتى يخوض الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي في المرة القادمة كما يشار ضد المرشح الأوروبي بلاتيني هكذا كانت الصورة لدى الكويتيين عندما نتحدث عن قطر وروسا سأجملهما سويا قمة الخوف لدى الدولتين أن يتم إعادة فتح ملفات قطر 22 وروسيا 2018 وهذا أمر غريب لأنه الاتحاد الدولي قال لن يتم تغيير استضافة أي من الدولتين للبطولة هذا السبب الوحيد مشيل بلاتيني في سبب ثاني سنتحدث له لاحقا وبشكل إجمالي مشيل بلاتيني اليوم قال كأس العالم 18 في روسيا 22 في قطر الأمير علي قال أنا داعم لقطر في استضافة كأس العالم إذا مما الخوف عندما نذهب إلى البحرين العلاقة الشخصية القوية ما بين الشيخ سلمان بن إبراهيم وبلتر وكان بلتر هو الداعم الرئيسي للشيخ سلمان في جميع الانتخابات التي خاضها ضد محمد بن همام في القارة الآسيوية السعودية بعد إذنك للآن الموقف المستغرب لماذا أعلن رئيس الاتحاد السعودي دعمه لبلتر لا يوجد بيننا وبينه أي شيء إلا أنه أعلن أن صوته لبلتر يبقى صوت لبنان صوت لبنان سيذهب مع قطر عندما ذهبت حتى لو ذهبت إلى آخر الدنيا لبنان مرتبطة بقطر لدينا صوتين آخرين الصوت الفلسطيني وأعلنها جبريل رجوب صراحة قال أن صوتي لمن يدعم القضية الفلسطينية ولمن يدعم حركة مرور اللاعبين وهذه إشارة واضحة طبعا لمن يتابع الأمور أنه يعني شخصيا صوتي للأمير علي لأن الأمير علي هو من أدار المباحثات ما بين الكيان الصهيوني اتحاد كرة القدم في الكيان الصهيوني والاتحاد الفلسطيني من أجل تخفيف مرورهم على الحواجز وفيما أن بلتر في اللحظة الفاصلة أبعد الأمير علي وتولى المهمة وزي ما بنحكيها باللغة العامية خرب الطبخة بين الجهتين يبقى العراق العراق أعلنها أيضا رسمية سننتخب من يسمح لنا أن نلعب على أرضنا للتذكير المنتخب الأردني هو أول منتخب في العالم لعب على أرض العراق وكان بتوصية من سمو الأمير وهذا يعني أن العراق أيضا معنا ترجمة نانسي قنقر